في سنة 2006 هدولي بيت والأخوي بيت في نفس اليوم بيت كامل ينهدم قدامك كان عندهم رأس السنة العبرية أجل الساعة ستة الصباح وأقولت له هاي الهدية اللي تعطينا إياها يوم رأس العيد أنا أحمد غوان ما رئيس مجلس الجفتك الأصل البدوي من بير السبع بنعاني كثير من مشاكل الجفتك بسبب الاحتلال وهدم البيوت وشغلات كثيرة يعني فيها مش عنا خدمات مش عنا مية مش عنا كهرباء أنت كل عملك تشطل هون أنت قاعد تشطل كل وقت هون بالزراعة أو في الجفتك يعني رواتب ضائلة جداً مش هالرواتب اللي يعني تقدر تعيش منها وتبني بيت فأنت بتحوش أنت أولادك وأنت تتفرج مش قادر تسوي الإشي كل تحويشة عمرك بتروح قدامك ولا أنت قاعد وأنت مش مسوي غلط يعني لا أنت تقول مثلاً ساكن برا التنظيم أو كذا طب تقول له وين التنظيم وين الحدود أقول له أعمل رخصة بسوي رخصة بس مش أنك تيجي تهدم البيت بجيش وجرفات كذا كأنك فيتع حرب يعني أنت لما واحد يجي يهد بيتك هو اللي حاكمك هو اللي ظالمك عندك أحساس قهر أحساس ظل يعني أنت لو تمسك يمكن لو تمسكه وتقدر تاكله بتاكله لأنه يهدم بيتك بشرد أولادك في الشارع طبعاً على تأثير نفسي سلبي على الأولاد يقول لك أنه واحد إسرائيليا وواحد يهودي يجي يهد البيت طبعاً ليش يهده شو مسويين إحنا؟ قليلاً كل سنة في بيتين أو ثلاثة بيوت هدم غير المنشآت الزراعية وغير البراكسات تبعة الحيوانات يعني كأنه أنت قاعد سياسة ترحيل هاي بطريقة محترمة جداً يعني أنت إحنا بنهدك مشان ترحل تزعل وترحل تدورك بلد ثاني المستوطنات اللي جمع عندنا مستوطنة مسواو بكعوت وأرقام معاً كلهم رتبين وعندهم تنظيم وعندهم بيوت وعندهم بيرك سباحة وعندهم مية واصلة البيوت وعندهم كهرباء وعندهم تلفونات وعندهم فاكسات إحنا مجلس فش في فاكس ولا تلفون ولا تلفون أرضي حتى عيش وسبنا عيش للإسرائيلي لأن هاي أرضنا وإحنا ساكنين هون زي ما هو عايش في سلام لازم أنا كمان عايش في سلام